خاتمة عن عمر راصم ودوره لإصلاح مطلع القنة العشرين السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأشتر مصدر ومرجع المعلومات خاتمة عرفت الجزاء نهاية القنة التاسع عشر وبداية القنة العشرين ظهر تيارات إصلاحية فكرية ودينية وربما السياسية قادها مجموعة من المثقفين عرفوا بالشبان الجزائرين أو جامعة النخبة إلى أن هذه التيارات الإصلاحية لم تأتي إلى مستوى النضال وصفوة القول فإن أهم ما يمتن الإشارة إليه هو إخلاص عمر راصم لمشروعه النهضوي الذي استهله بسيف علي رمز الريش والطالم اللذاني سخرهم المناظر للفذ في تمرير مشروعه النهضوي جنبا إلى جنب فعلى الرغم تشت تارتيزه الفكر بين التاليف والبحث والعمل الصحفي والتوعية والنصح والإرشاد وتدب العيش آن واحد لم يصرف عناتو الذايت عن تخصيص عماله الفنية بطول ما تحتاج إليه من ورط وصبر وعناية فائقة ويخرجها للعيان في ثو فني ساحر استحط من ورائها تبوص دارة رطب الفنانين الجزارين المعاصرين في مجال فن الخط والمنمنمات عن جدارة واستحرار نحن أمام أحد رجال الفترة الإصلاحي الذين تأثروا بالثقافة العربية وتراثها العريق وبنهضتها الحديثة في شتى الميادين الثقافية والأدابية والفترية فعمر راس من النوع الذي اهتم بالفترة وتوصيلها بأسلوب صريح مباشر وباهتمام باللغة من حيث مفرداتها ومن حيث أصالتها وقدرتها على تبليغ الأفكار بل والعناية ببعض خصائص الأساليب العربية والبيان العربي دون اهتمام كبير بجمال التعبير والصياغات الصياغة أدابية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد ما بايت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد